هم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النوري وأهله مولينا فيه حديث عن سيدنا النبي واسمح لي أقراءه سيدنا النبي بيقول ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس نعم إحنا مش فهمين ده المعنى كده فعايزيني حالك تفسره لنا بس يعني على قدنا أيوة يعني ما سيدنا النبي بيقول لنا ليس الغنى عن كثرة العرض إنما الغنى غنى النفس العرض اللي هو إيه يعني أنت عندك فلوس كام عندك أملك إيه عندك أبراج عندك عربية عندك ضع كله عرض يبقى كثرة العرض الموجود مش هو الغنى ولكن الغنى غنى النفس ممكن واحد ما يكونش عنده بس عنده نفس نفسه غنية ما بيسألش حد ولا ليهدعوا بحد بس إنسان عنده قناعة اللي هو ما تحسبهم أغنياء من التعافف ده هو ما يسأل لكن هو ما بيسألش يعني إحنا بنشوف واحد غني جدا وتلاقيه بخير يبقى ليس الغنى عن كثرة العرض إنما الغنى غنى النفس واحد يعني على جد حاله وكريم خطير حضرتك لا وأحب وأبغض ثلاثا وبغض لثلاث أشد أبغض البخلاء وبغض للغني البخير أشد وأحب ثلاثا وحب لثلاث أشد أحب الأسخياء وحب للفقير السخي أشد يبقى ممكن يكون إنسان فجير بس سخي واحد غني بس بخيل يبقى احنا بنقوله ديه غني لا يبقى ليس الغنى عن كثرة العرض إنما الغنى غنى النفس يبقى إذن الإنسان لابد أن يضع نفسه دائما في العطاء في الحب في السخاء في الكرم في الجود لأن دي كلها صفات من صفات الله سبحانه وتعالى وربنا بيحب إنها تكون بين عباده وخاصة عنده مع الزوجة مع الأولاد مع الأقارب مع الأصحاب يعني دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته على أهلك ودينار أنفقته على مسكين أعظمها أفضل أجر الذي أنفقته على أهلك وتيجي تشوفي وضعك في امرأتك اللقمة صادقة أنا أحط في بوجة صادقة طيب الأقربون أولى بالمعروف كل العملية بتديني أن أنا لازمي عندي سخاء وعندي عطاء وعندي كرم وعندي جود حتى على أجرب الناس لي خذتبوا حضرتك طيب أما يكون الإنسان سخي مع خلق الله وهذا يوصف بأنه إنسان غني ولو كان فقيرا ما كانش عنده أملاك طيب أما لما يكون الإنسان كده مع ربنا يا سلام أما يكون حد محتاج والإنسان بيديله يبقى فيه فرج أنا أعطيت لأولادي أعطيت لزوجتي أعطيت لوالدي أعطيت لأقاريب أعطيت لكل الناس ولكن حين أعطي للسائل أو أعطي لأي وجه من الأوجه التي ينفق فيها في سبيل الله في الساعة دي الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل الله يبقى إذا كنت تعطي لله فما يكون عطاء الله لك يا سلام ربنا أحد لك إيه يبقى إحنا عايزين نتعلم إن إحنا نكون أسخياء كرماء عندنا عطاء لله سبحانه وتعالى ولجميع الأقارب الأولاد الأسرة وعايزين عشان نعيش سعادة كل ما الإنسان أعطى يعني تهاد وتحبه يعني الهديب يبقى ما أحب ما بالك أنت ما بتجيب حاجة لابنك أو لابنتك بيفرح طيب بتجيب لابو عبد الرحمن حاجة بيفرح خدتها لحضرتك لا أهم ما بيفرحش يعني يعني حتى لو فرح بيبقى كتمها كده وما بيقوليش أنا فرحونا طيب بس ما تقوليش السر طيب جبت الماما حاجة تفرح جبت لأخوك جبت لأخوك يعني إذن يعني العطاء بيفرح أو بيشرح الصدر حتى الأغنية بيقولك إيه أنا غنية وأحب الهدية أيوة مش كده طيب أمال بقى الإنسان حين يعطي هذا العطاء لله حيب فرح ربنا به شكله إيه إذن نحن جميعا نحتاج إلى أن يكون هناك عطاء لذوينا ولله سبحانه وتعالى شكرا للمشاهدة